السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. سنسابتم كمين مع بعضين يا ولاد. مراجعات لية الامتحان على مقررات الفاصل الدراسي الثاني كميلا التين متين عشرين اتباع وعشرين. تمكن لحظة استعدلات الوزارة والنهاردة معانا مراجعة مادة الدراسات الاجتماعية بنك اسئلة المتميز. هنسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. طبعا بيكون في النسخة مجابة ونسخة غير مجابة عشان نبدأ مع بعضينا آآ المراجعة. هنسيب لكم طبعا اللينك زي ما قلنا اسفل الفيديو. اي حاجة محتاجينها تخص الصف الثالث سنة بتاع بس ايه قائمة التشغيل. ايه تاولية تدعمونا بلايك وشير الفيديو. اشتراك في القناة. متابعة صفحة الفيسبوك بيسهب يا رجب علشان نصلكم ان شاء الله كل جديد. عندنا بنك سات متمازل فاصل الدراسي الثاني واول سؤال معانا اخطأ الاجابة الصحيحة. رقم واحد بيقول ايه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ان يعلم كل آآ اسير عشرة من المسلمين بعد ايه? بعد غزوة بادر ولا غزوة احد ولا غزوة الخندق ولا فتح مكة. طبعا كل دولة كان امتك ان هي بعد غزوة بادر. بنيت فعاد الخليفة المعتصم بالمدينة ايه سمراء ولا القيروان ولا بغداد ولا الانبار طبعا ايه ولا مدينة ايه سمراء. احد الادلة التي تثبت براعة المسلمين في علم الفيزياء. هو ايه? اضافة الاركام العربية اكتشاف الدورة الدموية ولا تحدد موقف الصلاة ولا معرفة الجاذبية الارضية. طبعا فيزياء بجاذبية الارضية على طول. ينظر سكان الوطن العربي في عدة مناطق منها. مرتفعات لبنان صحراء الربع الخالي ولا وادي النيل ولا بلاد الشام. ينظر سكان العربي فين? طبعا فين يولاد في صحراء الربع الخالي. تعاني دولتين نوعات من مشكلة الزيارة السكانية ومحدودية الموارد. دولتين ايه مصر والاردن قطر والكويت ولا سوريا والبحارين ولا مصر والعراق. طبعا يردون ايه مصر والاردن. يعانوا من مشكلة الزيارة سكانية وكمان محدودية في الموارد. يتركز السكان فوق مرتفعات لبنان بسبب ايه? اعتدال المناخ ولا انتشار الرعي ولا انخفاض الدخل ولا سهول السحلية. طبعا دولت اعتدال المناخ. يبقى بتركز السكان فوق مرتفعات لبنان بسبب اعتدال المناخ. اولى المدنة المصرية التي فتحها عمر بن العاص كانت ايه اول مدينة مصرية فتحها عمر بن العاص. الفرمة ولا العريش ولا الاسكندرية ولا بالبيش صبع نيفة تحول حاجة مدينة العريش. اقل الدول العربية من حيث عدد السكان تقع في المحيط الاطلنطي ولا القطبي ولا الهادي ولا الهندي. طبعا تقع في المحيط الهندي. يبلغ عدد سكان مصر رحمة نورد سكان الوطن العربي. خمس سكان الوطن العربي ولا ربع ولا نصف ولا سلوسي. طبعا يبلغ ايه ربع سكان الوطن العربي. يتركز السكان الوطن العربي في السهود الفيضية في دولتيا أي وإيه سورة الفردية فين في مصر ولا أردن ولا سوريا والكويت مصر والعراق ولا كتر والبحرين طبعا إيه مصر والعراق نشأ ديوان الخاتم في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان ولا معاوية ابن أبي سفيان ولا هارون الراشد والمعتصم بالله طبعا معاوية ابن أبي سفيان ظهرت الدولة المملكية بعد سقوط الدولة الطلونية والأخشدية والفاطمية والأيوبية طبعا زهرت إمتى أولاد وبعد إيه سقوط الدولة الأيوبية تحولت مصر إلى ولاية إسلامية على يد القائد خلد بن الوليد عثمان بن عفان عمر بن العاص ولا علي أبن طالب طبعا بعد إيه القائد عمر بن العاص تختلف معدلات الكثافة السكانية بين الدولة العربية بسبب عاملين يا أولاد اللي بيؤدوا إلى اختلاف معدلات الكثافة السكانية في الدول تضرس وعدل سكان ومساحة موقع ومساحة ولا مناخ وعدد سكان طبعا السببين ايه ولاد عدد السكان والمساحة يعيش اكثر من نصف سكان الوطر العربي فيه الجناح الافريقي ساحل البحر الاحمر ولا ساحل البحر المتواصل والجناح الاسيوي طبعا بيعيشوا فين ايه ولاد في الجناح الافريقي استخدم المسلمون الصف والكتان في صناعة المنسوجات الورق ولا السق ولا العطور طبعا استخدمون في صناعة ايه ولاد في صناعة المنسوجات اسساء الخليفة هارون الرشيد سوق الوراقين في مدينة إيه القوفة ولا صمراء ولا الأنبر ولا بغداد طبعا في مدينة إيه أولاد في مدينة بغداد أزهى عصر الدودة العباسية وعصر الخليف هارون الرشيد المأمون بن هارون ولا المعتصم بالله ولا النصر للدين لله طبعا ده هارون الرشيد تعد المدارس من المنشآت في الدودة الإسلامية منشآت سكنية ولا عسكرية ولا اجتماعية ولا دينية طبعا منشآت يا أولاد اجتماعية ينتمي ثروسية سكن الوطن العرب إلى السحاري ولا الريفة للمرتفعات والحضر طبعا ينتموا إلى الحضر ضعف التحاق التلميذ بالتعليم الابتدائي في سوريا يرجع لأسباب إيه حربية ولا صحية ولا تاريخية ولا بيئية طبعا أسباب حربية بسبب الحروب من الدول التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة هي الإمارات والعمان ولا جيبوتي ولا قطر طبعا يا أولاد جيبوتي اتفاقات أغادير ساعدت على تنمية التعاون والاقتصاد بين مصر وإيه؟ بين مصر والأردن ولا السودان ولا قطر ولا السعودية طبعا بين مصر والأردن ساقطت الدولة العباسية على يد مين؟ على يد الفرس ولا الروم ولا المغول ولا على يد الممليك طبعا يا أولاد ساقطت على يد من على يد المغول المؤسس الحقيقي للدول العباسية والخليفة الناصر لدين الله المعتصم بالله خارون الرشيد أبو جعفر المنصور طبعا أبو جعفر المنصور تسعى الدولة أو الدول العربية للتكامل التجاري من خلال حجم الأسهم والسندات ولا التنقل بين السكان ولا الصادرات والواردات ولا الإضطرابات السياسية طبعا الصادرات والواردات من أقل دول العالم أو دول الوطن العربي في معدلات التعليم أقل دول الوطن العربي في معدلات التعليم سعودية ولا جيبوتي ولا الإمارات ولا قطر طبعا أقلهم مين في التعليم جيبوتي لابتجه الهجرة في الوطن العربي إلى بعض دول الخليج العربي ومنها سوريا ولا تونس ولا المغرب ولا البحرين طبعا يا أولاد البحرين يهاجر سكان دول شرق ناطر العمل في دول الخليج العربي دول شرق أوروبا ولا أسيا ولا إفريقيا ولا أستراليا طبعا دول شرق أولاد شرق أسيا معرفة تركيب الأدوية جليل على براعة المسلمين في علم الفيزياء ولا طب ولا تاريخ والرياضة طبعا ده طب أدوية بيطبه على طول يدل موقف خلد بن الوليد مع أهل بلاد الشام على حرية الاعتقاد ولا احترام العمل ولا محاربة الفساد ولا تقدير المرأة طبعا موقف خلد بن الوليد مع أهل بلاد الشام يدل على حرية الاعتقاد أي مما يلي استخدموا المسلمون لتحدد أوقات الصيام والأعياد كانوا بيستخدموا يا أولاد عشان يحددوا أوقات الصيام والأعياد كانوا بيستخدموا البوصلة ولا المراسد الفلاكية ولا الجاذبة الأرضية ولا كوس قزح طبعا المراسد الفلاكية ينتمي نقط لأفراد الطبق الخاصة في المجتمع في عصر الدادة الإسلامية ينتمي أصحاب الأملاك ولا العلماء ولا رساء الحرف ولا قادة الجنود طبعا دول من يا أولاد العلماء استخدمت الدول العربية التراث الثقافي العربي وسيلة الدول العربية كانوا بيستخدموا التراث العربي الثقافي تنشيط التجارة، تطور التعليم، تنشيط سياحة ولا دعم الانتاج الزراعي طبعا كربية نشطوا بأولاد السياحة دمت الطبق الوسطى في الهرم الاجتماعي بالدولة الإسلامية الوزراء ولا صغر العمال ولا أصحاب الأملاك ولا التجار طبعا دمت أصحاب الأملاك عملت السيدة صمراء الأسدية في التمريد، الزراعة، صناعة الفخار ولا مراكبة الأسواق طبعا يا أولاد مراكبة الأسواق أي من ما يلي وعد من إرادات بيت المدل المسلمين بيت المدل المسلمين راتب الجنود للنفقات ولا المكوس ولا لواتب الموظفين طبعا دي أولاد أي المكوس اتتم الفاطميون بنشر العلم والثقافة من خلال بناء القلاع حصون مساجد والأسواق طبعا من خلال بناء المساجد أول من أسس أصلا بحريا لحماية الدولة الإسلامية هو أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب عمر بن الخطبة لعثمان بن عفان طبعا يا أولاد دمين عثمان بن عفان انتشرت حلقات العلمي في عصر الدولة الإسلامية فين يا أولاد في الحصوم ولا في المساجد ولا في المنازل ولا في القلاع طبعا في المساجد كانت السيدة نقط تمرد الجرحة في الغزوات وفايدة الإسلامية ولا صمراء الأسدية ولا الشفاء العدوية ولا أسماء بنت أبي بكر طبعا دي رفايدة الإسلامية كانت السيدة الشفاء العدوية تعمل في مراكبة الأسواق في عهد الخليفة أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان ولا علي ابن أبي طالب طبعا عمر بن الخطاب شهد الخليفة عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة في فلسطين لبنان ولا الأردن ولا سوريا طبعا في فلسطين على فكرة معظم الأسرة دي أولاد حلناها طبعا وإحنا بنحل مراجعات فبراير ومارس تمام يعني هو زيادة بس منهج شهر إبريل فالمتبع معنا من زمان عرف نقول يا سيدة عدت علينا مش أقول مرة عد علينا يعني اللغة التي استخدمها عبد الملك بن مروان في الدووين هي اللغة الفارسية ولا العربية ولا النوبية ولا التركية طبعا استخدم اللغة العربية أي من الدول التالية وقعت على اتفاقية أغادير للتعاون الاقتصادي موريتانيا ولا سوريا ولا المغرب ولا الجزائر طبعا يا ولاد المغرب يعيش ربع سكان الوطن العربي في دولة قطر ولا الأردن ولا لبنان ولا مصر طبعا ربع سكان العربي فين يا ولاد في مصر اخترت المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم مدينة ناط عام 2009 لتكون عاصمة الثقافة العربية القاهرة أسوان قدس أكثر طبعا اختار مدينة يا ولاد القدس بلغ الوطن العربي المرتبة نقط من حيث عدد السكان الأولى ولا التانية ولا التالت ولا الرابعة طبعا وصل للمرتبة يا ولاد من حيث عدد السكان المرتبة الرابعة يتم اختيار مدينة النواط عاصمة للثقافة العربية عام 1996 اختيار مدينة اولاد عاصمة للثقافة العربية في 96 والقرس ولا الاكسر ولا عمان والقاهرة طبعا القاهرة اي مما يلي يوجد بصورة اكبر في جناح او الدول ايه الجناح العربي الاسيوي الثروات المعدنية ولا مصادر الطاق ولا الاراضي الزراعية ولا الثروة الحيوانية طبعا دي اولاد مصادر الطاقة الشاية ده او شوية المسجد الاموي في مدينة دمشق ولا القدس ولا القيروان ولا مكة طبعا المسجد الاموي اولاد شوية فين طبعا فين في دمشق ينسب معاوية ابن ابي سفيان ايه لو ينسب معاوية ايه الى بني هاشم بني امية بني خزاعة ولا بني بكر طبعا الى ايه اولاد الى ايهّ الى بني امية زهر منصب الوزير كوظيفة رسمية في عهد الدولة所以يه الأماوية ولا العباسية ولا الطلونية ولا الفاطمية طبعا ظهر منصب الوزير كوظيفة رسمية في عهد الدولة العباسية قام الخليفة أبو العباس عبد الله بتطوير الطريق بين مكة والكوفة ولا البصرة والكوفة ولا الكوفة وبغداد ولا مكة وبغداد طبعا الطريق ده كان بين مين أولاد مكة والكوفة من الدول التي تنتمي لدول حوط النيل والقرن الإفريقي دولة ليبيا ولا اليمن ولا مصر ولا الأردن طبعا دولة أولاد دولة مصر تتراكف المشكلة السكانية على العلاقة بين عدد السكان وإيه؟ الوفيات ولا الموارد ولا المواليد ولا الهجرات طبعا تتراكف على أولاد على عدد السكان والموارد من الدولة التي لديها نقصة في السكان وفاقت في الموارد دولة أولاد مصر ولا السودان ولا سوريا ولا الكويت طبعا دي أولاد مين؟ الكويت وزارة مسؤولة حاليا عن المشاركة في تنظيم استخدام الموارد المالية للدولة وزارة ايه اللي بتنظم استخدام الموارد المالية وزارة الدخلية ولا الخارجية ولا المالية ولا العادل طبعا موارد مالية بوزارة المالية يؤدي التكامل بين الدول العربية اللي زادت ايه الفق البطالة النزاعات والاستثمارات طبعا لما يكون فيه تكامل بين الدول العربية ده هيزاد ايه ولاد الاستثمارات كل مما يلي الدول العربية او الدول العربية حضرية بالكامل عادة دولة ايه؟ معادة سوريا ولا معادة الكويت ولا معادة البحرين ولا قطر طبعا كويت والبحرين وقطر تدول ايه؟ حضرية بالكامل معادة مين طبعا معادة سوريا تعد دولة نقط هي رابع الدول العربية من حيث عدد السكان العراق ولا المغرب ولا سوريا ولا مصر طبعا من يا ولاد العراق من المناطق التي تركز بها السكان بالوطن العربي الصحراء الغربية الصحراء الربع الخالي سواحل شمال افريقيا ولا الصحراء الكبرى. طبعا دي يا ولاد سواحل شمال افريقيا. طب ما نقدر كاسبنا المحاصلة الزراعية الى اوروبا عبر ايه عبر مصر ولا ايران ولا سوريا ولا الاندلس. طبعا عبر ايه ولاد عبر الاندلس. اشهر المساجد التي بونيت في عصر دولة المماليك مسجد ايه مسجد احمد ابن طلون ولا محمد علي ولا الزهر بيبرز ولا عمر بن العاص. طبعا ايه ولاد اه 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 اززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز من السكان في دولة ايه? سوريا ولا جزر القمر ولا لبنان ولا فلسطين? طبعا يا ولاد فين في جزر القمر? ادخل لنظام الوراثة في الحكم الخليفة ابو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفن ولا معاوية ابن ابي سفيان? طبعا معاوية ابن ابي سفيان هو اللي ادخل ايه النظام الوراثة في الحكم? اه انشأ اول مركز اول مرصة فلكي في عاصر دائل العباسية في مدينة ايه? اول مرصة فلكي في وعاصر دول العربسية كان في مدينة الأنبار ولا بغداد ولا الكوفو ولا دمشق طبعا كان فين ياولاد أول مرصد فلكي كان في مدينة بغداد عاملت السيدة زبيدة على بناء أحواط سقائل الحجاج خاصة لانقدمين من مدينة ولا دمشق ولا من بغداد ولا من مصر طبعا انقدمين منين ياولاد من بغداد دخل عمر بن العاص مصر من جهة إيه؟ من جهة فلسطين ولا السودان ولا المغرب ولا العراق طبعا من جهة إيه؟ من جهة فلسطين تم إنشاء مكتبة بين الحكمة أو بيت الحكمة في عهد الخلفاء الرشيدين الدول العباسية ولا الدول الأموية ولا الدول الفاطمية طبعا في عهد ياولاد الدول العباسية ترتفع معادلات الأمية في دولتين أكثر من باقي دول العربية العراق والسودان جزر القامرة وموريتانيا تونس والجزائر ولا مصر وسوريا طبعا جزر القامرة وموريتانيا الدول اللي تتنخفض بها النسبة للمتعلمين بسبب الفقر الصومال ولا تونس ولا مصر ولا مغرب طبعا دي اولاد الصومال مسؤولية الانتاج الاقتصادي مسؤولية الانتاج الاقتصادي من يا ولاد من مسؤولية عن الانتاج الاقتصادي من 15 إلى 64 وضع الخليفة نقط نظاما صارمة للقضاء ملح حتى نظام صارمة للقضاء يا أولاد أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب طبعا يا أولاد عمر بن الخطاب من نفقات بيت المال في الدولة الإسلامية الزكاة الصدقات ولا رواتب الجند ولا المقوس طبعا رواتب الجند ينتمي نقط للطبق العليا في المجتمع في عصر الدولة الإسلامية الوزراء ولا كبار الأدباء ولا التجار ولا العلماء طبعا من يا أولاد اللي ينتمي للطبقة دي؟ الوزراء ظهر احترام الإسلام لأصحاب العقائد الأخرى عندما فتح الخليفة عمر بن الخطاب مكة ولا الطائف ولا بيت المقدس ولا يثرب طبعا يا أولاد بيت المقدس أعطت الدولة الإسلامية اهتماما كبيرا بالأدباء والعلماء فجعلتهم إحدى فئات الطبقة الوسطة ولا العليا ولا الخاصة ولا العامة طبعا يا أولاد طبقات الأيدي هنقول الطبقة الخاصة اتخذها أبو العباس عبد الله لتكون عاصمة للدولة العباسية أخذ إيه أولاد؟ تكون الدولة العباسية الأنبار ولا الكوفة ولا بغداد ولا البصرة اتخذ إيه؟ اتخذ طبعا إيه أولاد الأنبار تكون عاصمة الدولة العباسية كانت مركزا للعلم والعلماء في عاصر الدولة العباسية مصر ولا العراق ولا المغرب ولا الشام طبعا دي اولاد العراق اداء حكم البيزنطيين في مصر بعد فتح حصن بابليون ولا وصول المستميل للعرش سوري العريش ولا عقد صرحة الاسكندرية ولا الشام مدينة الفصدود طبعا ايه عقد صرحة الاسكندرية استولى الصليبيون على العديد من مدن بلاد الشام منها العريش ولا القاهرة ولا ترابولس ولا بغداد طبعا دي اولاد ترابولس انتصر صلاحة دين الايوب على الصلبين في معاركة این دلوت ولا حطين ولا فرس كور ولا زات الصواري طبعا فين اولاد فيه حطين احدى صادرات المسلمين الى اسيا وافرقيا الكفور ولا القطنة ولا الحرير ولا العاج طبعا اولاد القطنة تولى حكم البلاد بعد عز الدين ايباك مين نور الدين علي ولا نجم الدين ايوء ولا صلاح الدين الايوب ولا احضرت ابن طلون طبعا من اولاد نور الدين علي منشآت اجتماعية تظهر أو تظهر برارة المسلمين في العمارة الإسلامية مدارس ولا قلاع ولا قسور ولا مساجد طبعا دي أولاد مدارس جاءت الحروب الصنبية إلى الشرق بقيدة ملوك أسيا ولا أوروبا ولا أستراليا ولا إفريقيا طبعا يا أولاد أوروبا توفى صلاح الدين العيوبي بعد عقد صلح الرملة معه كان مع من يا أولاد؟ مع بولدوين الرابع ولا أرناط ولا ريتشارد ولا الملك العادل طبعا ريتشارد مؤسس الدولة الأيوبية في مصر هو أحمد بن طلون ولا عمر بن العاص ولا محمد الأخشيلي ولا صلاح الدين طبعا يا أولاد مؤسس الدولة الأيوبية في مصر ومين صلاح الدين؟ نشع سايف الدين كتز وتدرب على فنون القتال على يد دخاله السلطان عز الدين عيبك ولا جلال الدين الخوارزمي نجم الدين أيوب ولا صلاح الدين الأيوبي طبعا يد من يا أولاد جلال الدين الخوارزمي من أشهر علماء المسلمين في الجغرافيا ابن الأثير ولا الإدريسي ولا ابن سيناء ولا ابن خلدون طبعا ده مين يا ولاد الإدريسي ظهر منصب الوالي في عهد الخليفة أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا أثمان بن عفان ولا علي ابن طالب ابن أبي طالب طبعا يا ولاد في عهد مين الخليفة عمر بن الخطاب توحدت كبادة المغول تحت حكم أرناط ولا كتبغى ولا جنكيس خان ولا بلدون الرابع طبعا تحت حكم مين يا ولاد جنكيس خان أعلن قرطز نفسها والسلطنة على مصر لحمايتها من خطر المغول ولا الصلبيين ولا الفرس ولا الروم طبعا إيه أولاد لحماية مصر من خطر إيه المغول القائد المغول الذي قتل في معارقة إنجلوت هو من جانكيس خان ولا ريتشارد قلب الأسر ولا أرنات ولا كتبغة طبعا دمين يا أولاد كتبغة هو اللي مات في معارقة إيه إنجلوت عاصمة الدولة الطولونية في مصر هي الفستات ولا القطائع ولا العسكر ولا حلوان طبعا دمين يا أولاد القطائع انتصر الصلبيون في حمايتهم في الشرق مستغلين ضعف الدولة الطولونية الخشيدية ولا الأموية ولا ضعف الدولة العباسية طبعا ضعف الدولة العباسية ساعد بعض الدول سوري بعض المدن الإيطالية في الحروج الصلبي لتحقيق المكاسب إيه سياسية ولا اجتماعية ولا دينية ولا تجارية طبعا تحقيق المكاسب إيه ولا التجارية بنى المسجد الأموي أو بنية المسجد الأموي في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك معاوية بن أبي سفيان عبد الملك بن مروان ولا عثمان بن عفان طبعا ده مني أولاد الوليد بن عبد الملك اهتم معاوية بن أبي سفيان بتسهيل الاتصال بين الخليفة والأقاليم فأنشأ ديوان الجند ولا الخراج ولا الخاتم ولا البريد طبعا يا أولاد إيه أنشأ ديوان إيه البريد وصلت الفتوحات الإسلامية في عهد الوليد بن عبد الملك إلى نقطة غرب المصر ولا القيروان ولا الأندلس ولا السن طبعا إيه ولاد الأندلس أحد عناصر النظام السياسي والإداري ظهر في عهد الرسول الخلافة ولا الدووين ولا الأسطول ولا الجيش طبعا إيه الجيش أمور السفن الحربية في عهد الأيوبيين كانت من اختصاص دي وان إيه أمور السفن الحربية من اختصاص الأسطول ولا الجند ولا البريد ولا الخاتم طبعا الأسطول رغبت ملوك أوروبا في تأسيس ومستعمارات لهم في الشرق تمثل الدوافع نقطة الحروب السياسية اقتصادية اجتماعية ولا دينية طبعا ديه ولاد دوافع سياسية إحدى المدن الإيطالية التي تولى سكانها ناقل السلبيين على سفنهم إلى بلاد الشام الرهى ولا جنوة ولا أنطاقيا ولا مرسيليا طبعا جنوة استطاع صلاح الدين تخليص بيت المجرس من يد السلبيين عقب هزيمتهم في معارقة الخندق ولا تابوك ولا حتين ولا الحديبية طبعا في معارقة حتين المغولي هم قبائل رعوية بدوية كانت تعيش وسط أفريقيا ولا أسيا ولا أوروبا ولا أستراليا طبعا نكون عايشين وسط أولاد وسط أسيا الوزارة المسؤولة حاليا عن إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة هي وزارة أولاد الموازنة العامة للدولة زراعة ولا مالية ولا تجارة ولا صناعة طبعا برضو وزارة المالية خليفة الوليد بن عبد الملك مستشفى خاصا بمرض الجزام في فوسطات ولا كوفة ولا دمشق ولا القيروان طبعا في دمشق كانت الدولة الإسلامية أو قامت الدولة الإسلامية بدور الوسيط في نقل صناعة الورق بين كل من الصين وأوروبا الهند وأوروبا ولا إفريقيا والصين ولا الهند وأفريقيا طبعا الصين وأوروبا السؤال التنفي المراجعة ده علامة صحة وعلامة خطأ من العبارات التالية نبغاء الخوارزمي في علم الرياضيات صح كان النظام الخلافة في الدولة الإموية قائما على مبدأ الشورى غلط أول ظهور للنظام الإمارة كان في عادة الخلفاء الرشادين طبعا غلط برضو كان لكل ولاية إسلامية بيت مال خاص بها صح أقامت مصر المؤتمر العلامي للصحة والسكان والتنمية 2023 في العاصمة اليدرية الجديدة صح معدل النمو السكان بالوطن العربي مرتفع مقاربة بالمعدل العلامي صح زر مصب قادر كدافع عهد الدولة الإموية غلط ينظر سكان أو السكان في منطقة الصحرية الكبرى بالجناح العربي الأسيوي غلط استخدم المسلمون البطلة في رحلاتهم البحرية صح قدر عدد سكان الوطن العربي عام 2000 بنحو 278.5 مليون نسمة صح من العامل المؤثرة في توزيح سكان الوطن العربي مورد المياه العزبة وطرب الخزبة صح من المنتجات المصرية في الأردن دليل على سوري بيع المنتجات المصرية في الأردن دليل على نمو التجارة البينية صح اضارت معركة فرس كور بين المملك والسلاميين صح بعد كده بيقول لي تعد التوابل من عبر الصدرات الدولة الإسلامية غلط استشار الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في أمور مختلفة صح في واحدة قبلها تعد دولتها الكويت وقاتر من الدول الحضرية بالكمل صح والي بعدها مرضى بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم صح تعد هجرة السكان إلى الحضر للارتفاع معدات البطالة بالمدن صح آآ تحتاج الفائل عمرية من خمس وستين سنة في أقصى إلى عالة ورعاية في الوطن العربي صح تم اختراع الاسترلاف في عادة الخليف هرون الرشيد غلط بعد كده بيقول لي اشتهر المسلمون بصناعة السكر والعطور صح معزم الدول العربية أتاحت فرصة التعليم للجميع من الزكر والإناص صح تنخف النسبة المقيدين بالتعليم الابتداء في سوريا والسودان بسبب الحرب والفقر صح جدا آآ انشأت مكتبة بيت الحكمة في عادة الخليفة عملة من النرخ الطاب غلط بعد كده سجل أعلى متوسط عمر المتوقع في الوطن العربي بدولة البحرين غلط يعيش الأقصى من نفس سكان الوطن العربي في الريف غلط تقسيم السكان الذكر والإناص يعرف بتركيب العمر لا ده تركيب نوعي يبالي برضو غلط تنوعة المراكز التجارية الإسلامية ومنها ترابولس في سوريا غلط بعد كده يعد المسجد الأقصى ودى كبلتين وسلس الحرامين صح ينقسم الهرم السكان الأربح في قاتة عمرية غلط سجلت السودان أعلى متوسط للعمر المتوقع في الوطن العربي غلط عقد كورتس اجتماعا مع المماليك وعلمائي للدين موجهات المغول صح بعد كده تولد السعيدة الرفايد الإسلامية الإشراف على الأسواق ومركبة التجارية لعمال غلط وزارة المالية المصرية المسؤولة عن إعداد مشروعات الموازن العامة للدولة صح استعانى الخليفة عمر بن الخطاب بالنساء في النظيم أمور الدولة صح بعد كده فتح خالد بن الوليد بيت المجلس وعفى عن أهله غلط يهدف اليوم العربي للطراث الثقافي العربي للتشجيع على الإبداع من أجل تحقيق التنمية المستدامة صح ينتمي الوزراء إلى الطبق الوسطى من المجتمع في عصر الدولة الإسلامية غلط تمازلت العمارة الإسلامية بشكل المشروبيات في المنازل صح يشكل أو يساعد التكامل العربي على توقف أن تقال رسال أموال بين الدول العربية غلط سادة العدل والتعاون في المجتمع العربية قبل ظهور الإسلام غلط يسعى المجلس القوم من المرأة إلى دعم حقوق المرأة المصرية صح يسعى المجلس القومي دي قلناها تعد النزاعات الحضرية من معوقات التكامل العربي صح استولى السلامين على مدينة أنطقية في بلاد الشام صح بعد كده إضافة المسلمون للأرقام العربية دليل على براعتهم في علم الرياضيات صح ألغى صلاح الدين الأيوبي الضرابة التي كانت مفروضة على الحجاج المرين بمصر صح يمثل التراث الثقافي أو التراث الثقافي العربي مزرية تنشط السياحة العربية صح وعد معايا بن أبي سوفيان مؤسس الدولة الأموية صح حفظ الأمن الدخلي في الدولة الإسلامية من مهام الجيش غلط تعد مناطق التعديل والصناعة من مناطق التي يقل تركز السكان بها غلط ساعدة الهجرة على ارتفاع نسبة الزكور في الحضر صح الهرم السكان للوطن العربي من النوع زي القاعدة العريضة صح تعرف المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة باسم اليونسك غلط متابعة كل أمور الدولة الإسلامية من مهام الوالي غلط ساعدة خليج أمير المؤمنين في تسري التجارة بين مصر وبلاد الحجاز صح كان النظام السياسي في الدولة الإسلامية تكون من ستة عناصر أساسية غلط بعد كده يتركز السكان في السهود الفائدية والسحليب البطن العربي صح يزيد السكان في الجناح العربي الأسياء وعلى الجناح العربي الأفريقي غلط العكس الصحيح الهجرة الخارجية لدول المغرب بين أسباب النموء السكان بالوطن العربي غلط أصبحت مصر ولاية إسلامية قبل عقد صلح الأسكندرية غلط بعد كده بيقول لي استمرت الخلافة العباسية الأكثر من خمسة كورون صح بعد كده بيقول لي أهدى أبو جعفر المنصور الساعة المائية الميكانيكية لملك الروم غلط قصتك والأمانة من شروط اختيار الوزير في الدول الإسلامية صح اهتم المسلمون باستطلاح العدوى وزرعاتها صح ينتمي العلماء للطبكة العامة في عصر الدول الإسلامية غلط منح الإسلام حق المرأة في المرأة وتملك الأموال غلط يمثل الرأس الهرم الاجتماعي في الدول الإسلامية العلماء والتجار والكبار ايه الوداباء غلط بعد كده بيقول لي آآ أشرافت السيدة صمارية الأسدية على تمريد الجرحة في الغزوات غلط زينة او زينة المسلمون صناعات الفخر والخزب بالنقوش الإسلامية صح نصى صبح الرملة على منع المسيحيين من الحج لبيت المقدس طبعا دي برضي قلت ايه غلط استقلت في المراجعة بيقول لي آآ أكبر العبارات التالية بالإجابة المنسبة مما بين القوسين بيديني كلمات بكامل منها الفراغات السيول قطر الزخرفة تكامل اقتصادي مساحة الألكسو تختلف الكسافة السكانية من دولة الأخرى تبع على عدد ايه السكان وايه تانية أولاد والمساحة يعيق تشابه المنتجات بين الدول العربية تحقيق أولاد تحقيق التكامل الاقتصادي سجلت دولة نقط أعلى مستوى أو أعلى متوسط متوقع في الوطن العربي دولة أولاد دولة قطر استخدم المسلمون الخشب والرخام والمعادن في فن ايه؟ طبعا في فن الزخرفة المنظمة التي تختار عاصمة السياحة العربية هي منظمة ايه؟ ها؟ في منظمة الألكسو الألكسو بنى المسلمون السرور على الأنهار ومجاري ايه؟ ومجاري السيول أبو العباس عبد الله قادي المرأة العربية الصين عبادة عبادة بن الصامت قصر عبدين منظمة تعمل على النشر الوعي بقضايا المرأة العربية هي منظمة منظمة ايه أولاد؟ منظمة المرأة العربية انتقلت صناعة مرك الكتابة من ايه؟ ها؟ من الصين الى الدولة الاسلامية لقد الخدوي اسماعيل مقر الحكم من القلعة الى ايه أولاد؟ الى قصر عبدين كان الرسول الله يصر الله عليه وسلم اول نقط في الاسلام كان اول ايه قاضي في الاسلام ارسل عمرو بن العاص نقط للتفاوض مع حاكم الروم عبادة بن الصامت اول خليفة للدولة العباسية هو ابو العباس بن عبد الله العليا المسجد النبوي اسيا الشام حسن بابليون ولا سامرقند امر الخليفة الوليد ابن عبد الملك بتوسيع الحرم الماكي وايه أولاده المسجد النبوي ولد سيف الدين كوتوس فين؟ في سامرقند تقع منطقة عين دالوت في بلاد اولاد في بلاد الشام حصل الجيش الاسلامي نقط لمدة اربعة شهور حتى سقطت في عيديهم حسن بابليون عملت قبال المغول بالراعية في وسط قارة ايه؟ قارة اسيا ينتمي قارة الجند في عصر الدولة الاسلامية للطبقة العليا الاسكندرية جزر القامري الساشير قاد القضاء سوري قطر الهرم السقيني عرفت الوزارة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان نور بعض بعض اصحاب يستشير اعلى الدول العربية في معدل الامية مورتانيا ومين يولاد؟ مورتانيا وجزر القامري منصب الوزير او وزري العدل حاليا يقابله في عصر الدولة الاسلامية كان منصب ايه زمان؟ دلوقات الوزري العدل كان يقابله ايه زمان يا ولاد؟ قاد القضاء يوضح نورة التركيب العمر والتركيب النوعي للسكان يوضح هي الهرم السكاني كانت نورة من المراكز الاسلامية في دولة مصر كانت الاسكندرية تعاني بعض الدول العربية من زيادة في المواد وغيرها في السكان مثل دولتين دولتين ايه؟ دولتين قطر دهر السقالي البصلة المعتصم بالله السفن اسلاميا البيينية العربية استخدم المسلمون في رحلات من البحرية طبعا كانوا يستخدموا ايه ولاد البصلة الخليفة العباسة الذي بنية في عهدي مدينة صمراء الخليفة مين؟ طبعا الخليفة ايه؟ المعتصم بالله يعد خط النسخة والرقعة فن النقط خالصا فن اولاد فن اسلامي خالصا انشأ معاوية ابن ابي سفيان العديد من المناصر من المصانع عشان يبن ايه؟ لبناء السفن كان مهتم جدا ايه اولاد ببناء السفن توجد بعض المشكلات التي تعيق تحقيق التكامل بين الدول العربية منها ضعف التجار ايه؟ ها؟ البينية العربية ضعف التجارة سوريا في هنا تهموا البطن اصل ضعف التجارة البينية العربية بنية مدينة الكاهرة على يد الكاهرة مين؟ طبعا دهار السقال ليه؟ السكان الفيضية السادة خديدة المدن جامعة الدول العربية تعد اولى محاولات التكامل العربي انشاء اولاد جامعة الدول العربية يوم يوافق يوم حداشر من يوليو من كل عامل احتفال باليوم العالمي للاولاد للسكان يتركز السكان في الوطن العربية في السهول ايه والسحلية سهول فايد ايه والسحلية يرتبط ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربية بالهجرة الى اولاد طبعا بالهجرة الى ايه الى المدن سندت الرسول صلى الله عليه وسلم بمالها وجهدها لنشرة الدعوة الاسلامية ها؟ السادة خديدة ننتقل سؤال تاني في المراجعة وسؤال ايه اكتب ما تشعلها العبارات التلالة وهو ايه المصرح العلمي اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين مصر والاردن وتنس والمغرب للتفاقية اولاد اغادير خليفة عباسة ده زواجة من السيدة زينب بنت جعفر ده من دولة هارون الرشيد علم اهتمبها المسلمون لمعرفة طبيعة البلاد والطريق التجارية التي تتربط بينها ده علم يولد علم الجغرافي الفاة العمارية التي تبلغ نسبتها نحو تدقى ستين فنو من جملة السكان اسمها فاة ايه سن العمل اول مرأة مصرية وساني مرأة على مستوى العالم تقود طائرة مين مطفية النادي عقدة صرحة معاهل الشام قال لا تهدم قال لا تهدم كنائسهم ده خير ابن الوليد من اشهر علماء المسلمين في علم الفيزياء طبعا الحسن بن الهيثم القادة المسلمة الذي فتح بلاد الشام وعقدة مع اهلها صلحا اكد فيها قال لا تهدم كنيسة ده مين يولاد خلد بن الوليد علم استخدامها المسلمون في تسجيل وتحليل احداث الماضي للاستفادة منها في الحاضر ده مين ده طبعا ده التاريخ مدينة اعطى عمر بن الخطاب اهلها الامان لانفسهم واموالهم وكنائسهم وزارة من مهمها اعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة ده وزارة اولاد وزارة المالية طبقة اجتماعية ينتمي له العلماء في عهد الدولة الاسلامية ده الطبقة الخاصة انشأة دارة لسك العملة الفارسية ولكن ناقش عليها بعض العبارات الاسلامية ده عمر بن الخطاب منطقة صحراوية نادرة السكان في الجناح العربي الافريكي ده مين الصحراء الكبرى منصب سياسي ظهر بصفة رسمية في عصر الدولة العباسية دي الوزارة دولة او دولة تحتل المرتبة الاولى عربية من حيث عدد السكان ده طبعا دولتنا مصر كسر او قسم الدولة الاسلامية الى ولايات مين اللي قسم الدولة الاسلامية الى ولايات عمر بن الخطاب نسبة الزيادة في السكان خلال فترة زمانية انتاجا لمولد والوافيات والهجرة ده اسمه كله اولد معدل النمو السكاني معدل النمو السكاني اهتم ببناء المدارس والخنات ده مين عمر بن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز صلح وقعه صلاح الدين معالية شرد قلب الاسد اقرر ببقاء باية المقدس اعت حكم المسلمين ده صلح الرملة مدينة مصرية اصبحت من اكبر الاسواق التجارية بعد فتح الاسلام طبعا ده الاسكندرية اول جامع في مصر وافريكيا طبعا ده جامع عمر ابن العاص قائد مسلم اعاد حفر قناة سيزو سيديس عمر ابن العاص اول تقنية اخترعها علماء الفلك المسلمون لرز النجوم وتحدد الاتجاهات طبعا ده مين يا ولاد الاسترلاب والد السلطان المملوك الصغير نور الدين علي ده عز الدين ايبك المؤسس الحقيقي للداد العباسية وشايد مدينة ايه؟ مدينة بغداد دمين ابو جعفر المنصور اختراع للعلماء المسلمين اهداه الخليفة هارون الرشيد الى ملك اولاد الى ملك الروم طبعا ده كان ايه؟ كان الساعة المائية تم اختراع الاسترلاب في عهد مين؟ الاسترلاب الاسترلاب كان في عهد مين يا ولاد؟ في عهد المأمون ابن هارون اتخذها محمد ابن طغش الاخشدي عاصمة لدولاته طبعا ده مدينة العسكر السؤال التامس في المراجعة هنقرأ من الايه النسخة المجابة علشان ما انطولش الفيديو اجبع النسائل الهاتية لما يقول بما تفسر او اسكر السبب انشاء جامعة الدول العربية ليه؟ قال لي دعم الاعلاقات بين الدول العربية وتعزيز التعاون العربي في كافة المجالات طب بما تفسر اهمية التكامل العربي ليه؟ زيادة الاستثمارات والدخل القومي في الدول العربية وخفض مستويات البطالة والفقر وتنوع الانتاج وتسهيل انتقال الرؤوس الى مواد والعمالة طب بما تفسر ارتفاع نسبة الزكور عن الاناس في بعض الدول العربية ليه؟ بسوابية الزكور بحثا عن فرص عمل طب ما نتاج مترطبة على ارتفاع معدلات الهجرة من الريف الى المدن في الوطن العربي ليه يا أولاد؟ ده بسبب زيادة نسبة العدد للسكان الحضر وكمان الزحام المدن والضغط على الخدمات العامة وانتشار العشوائيات وارتفاع مستويات التلوث وارتفاع معدلات البطالة طب ما نتاج مترطبة على كلة السكان وزيرة الموارد في بعض الدول العربية ترتب على ذلك حدوث المشكلة السكانية طب بما تفسر رغبة المغول في السيطرة على مصر قال لي لان مصر القوة الوحيدة المتبقية في العالم الإسلامة كانت تهدد أمن المغول مصر أصبحت مقارا لكل المسلمين الهربين من المغول وموقع مصر استراتيجي متميز وكمان عندنا احتلال مصري وعد البوابة أو بوابة لسيطات المغول على شمال إفريقيا ومن ثم سيطرة على العالم كله دلل وضع صلاح الدين السياسات للتخفى عن متاعب الحياة للناس اللي حيث دعم الفقراء وألغى الضرائب التي كانت مفروضة على الحجاج المارين بمصر طب بما تفسر وجود مشكلة سكانية في مصر والسوريا إيه السبب يولاد قالك بسبب أن عدد السكان أقبل من مولد المتاحة تبدلل على صحة العبارة التالية دول المرأة البرس في الدولة الإسلامية إيه؟ الدلل على كده؟ قال السيدة خديجة أول من أسلمت من النساء وسامت بأموالها وشاركت بأموالها في نشر دعوة الإسلامية والسيدة أسماء بنتابي بقر السديق سامت في نجاح خطة الرسول لهجرة من مكة إلى المدينة تم انتاج مترطبة على وجود نقص في عدد السكان في دولتين الإمارات والبحرين قال لي حدوث مشكلة سكانية واستقبار عدد من الموافدين لإستثمارها في الموارد تبقى إثبت صحة العبارة التالية تأخذ المشكلة السكانية في الوطن العارج بواجهان المختلفين حيث توجد دول لديها زادة سكانية وموارد محدودة ودول أخرى يقل في عدد السكان وتزيد فيها عدد يا أولاد الموارد نروح للسؤال للسلس في المراجعة دلل على إيه الخريط صور يلاحظ الخريطة ثم يجب بيقول لي رقم واحد هنا ديمين يا أولاد بيقول لي ثاني الدول العربية سكانا ديمين السودان طيب بعد كده هنا عندنا اتنين بيقول لي دولة سجاة أعلى معدلات البطالة عام 2021 طبعا دولة أولاد الأردن ثلاثة إحدى دول مجموعة الهيلل الخصيب ديمين يا أولاد سوريا أربعة بيقول لي أقل الدول العربية سكانا دي جزر القمر خمسة دي البحر الأيدة ده البحر يا أولاد العربي طيب وده المحيط ايه ده المحيط الاطلانتي بيقول لي هنا دولة تسجل اعلى معدلات البطرة دي مين الصمار طيب اعلى الدول العربية سكانا مين دولتنا دولة مصر طيب ثلاثة بيقول لي سهول ايه دي اسمها سهول ساحلية اربعة بيقول لي دولة تقل بها نسبة المقيدين بالتعليم الابتدائي طبعا دي السودان خمسة بيقول لي دولة وعاني من كلاة السكان وزيرة موارد طبعا دي مين قطر ستة بيقول الدولة تزيد بها معدل الزكور عن الاناس دي السعودية رقم واحد هنا بيقول لي دولة ايه اولاد دي دولة السودان طيب ورقم اتنين دي دولة ايه دولة الاردن طيب وثلاثة دي اولاد سوريا طيب واربعة دي ايه الخليج الايه الخليج العربي ده طيب ده البحر الايه لسه هنا من شوية البحر العربي وستة ده محيط اي محيط اطلانتي طيب رقم واحد هنا دولة حضرية دي من يا ولاد دولة الكويت بعد كده هنا بيقول لي اقل الدول العربية في المتوسط العمر المتوقع لها من يا ولاد السمار تلاتة بيقول لي دي منطقة تركز سكاني بمصر دي منطقة الدلتا بعد كده رقم اربعة بيقول لي منطقة ينظر بها تركز السكان دي صحراء الربع الخالي خمسة هنا بيقول لي دولة تزيد بها معدلات الامية طبعا دي دولة موريتانيا سبت بيقول لي دولة يزيد بها عدد السكان عن المورد المتحدي من يا ولاد سوريا واحد دولة تعاني من قلة المورد وزير العدد السكان طبعا دي دولة مصر يباين على الخريطة دولة مستقبلة او مستقبلة لهجرات الخاليجية طبعا دي السعودية تلاتة بيقول لي رابع دول العربية من حيث عدد السكان طبعا دي العراق اربعة منطقة ينظر بها تركز السكان دي صحراء الكبرى خمسة ده الخاليج يا ولاية الخارجي العربي. ستة سلسة الدول العربية من حيث عدد السكان دي الجزائر. كده ولادي انتهينا في فضل الله مراجعة لابنة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. لقى الصف السلس على مقرارات الفصل الدراسي الثاني كاملا. لقى التين متان عشرين اربعة وعشرين. تبقى لحظة مواصفات الورقة الامتحانية. يا ولاية يا ولاية تدعمونا بلايك وشير الفريقات شراك في الكرامة طبع على صفحة الفيس بوك مسحي برجب. وانتظرونا جميع المواد. وامتحات متوقعة جميع المواد. نتمنى لكم نجاح البروطة في بيزن لك ادنائكم مسحي برجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.